اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واجب التعليم الآلي يقدر يشيف المشكلة ويراقب التنظيم عشان دبس ان هنا طلبنا من كل الممثلين خلي يمر بالمسابقات والامتهانات الوطنية كلهم كي عددون 2116 مترشين في اشيرين واتنين خسين وغاديم بمتهونو في النسق الاشر واحد حان المسابقة في البتاس ناسيونال القطوفي سنة 2003 عشان ينظمو ويأقدو ليمنو الشهادات المزورة وفي غينيا اليوم 4 نوفمبر سكان كوناكري قموا في صوت حننار الجيش مرقوا في الشوارع هناك كوناكري واكد وزير العدل عدد من المساجين جروا من السجن المركزي الفي كوناكري ومن بين المساجين الفي كوناكري السجين موسى دادي كامرا الرئيس الاول عن المجلس الاسكري الوطني للدفاع عن الدمورقاطية والوزير كلود بيقي وزير السابق هنا الأمن والسجين موسى تيجيرو كامرا الرئيس السابق هنا الخدمات الخاصة لنشاهد أقل من أسبوع واحد بس هنا المسابقة كاميس اللي سووها في يوم 10 نوفمبر لسا لها دي هسا جامعة أنجمينة وجامعة مندو ما أنطوهم الرسوم أول قرص هنا التسجيل شنو السبب وما لما كفوا لها دي هسا مزيد من التفاصيل مع محمد بدر الدين محمد زيادة من ثلاثة مليون هانا فرانكا سفا دا القرص اللي دور المجلس الافريقي للتعليم العالي كاميس من جات وإذا كان القرص دا ما لقيوه المترشيهين والا الكانديداء الثلاثة دول ما يقدروا يوصلوا لمرهلة هانا بروفسير في داخل الصالة والمسابقات والا الكونكورد يبقى يوم 10 نوفمبر عشان دا الرئيس الانيورسي هانا جات بقول المشكلة دي خلاص مثل انهالت اي ماسانا الانيورسيه قادة تكافي لأشرة بلاس هانا مسابقات والا الكونكورد في الكاميس وفيها تسجيل هانا المدرسين الباهيسين كله في المجلس الاستشاري الافريقي السيسيي الاخبار باختصار هانا يوم السبت 4 نوفمبر القدمها الفريق هانا جات انفو الوزير الاول صليك ابزابوه قابل اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 كان قابل واحدة بيسه من الكونكو بقيادة هانا مازينغة ميكازي وده مراسل خاص هانا الفاصلتاتر في الكسي السيسيكيديه رئيس هانا الجمهورية الكونكو ومسهل هانا الجمعية الاقتصادية لدول وسط افريقيا السياسي وده في اماليه هانا الاتفاقية لجات نظرا للموافقة هانا الاتفاقية للمصالحة الكان خلط الناس القادين بره من جات يقبل في بردهم وده بعد الهدسة هانا يوم 20 اكتوبر 2022 المضفقة في كنشاسه بين الهكومة الانتقالية والرئيس هانا الهزب السياسي هانا الترانسفرماتير دكتور سيكسي مسره الرئيس جسيكيديه رسل ناس خاص ليرافقوه لدكتور سيكسي مسره لي يدخل في جات بآفه وسلام وفي أمني واكيد جاء انجاميناه يوم 3 نوفمبر 2023 وده في اطار المهمة هنت المصالح الكان نجو خاص قابله لوزيرها الفترة الانتقالية ليقدموا لي الرسالة هانا الرئيس فليكسي جسيكيدي الكان جاهد بكتير في المصالحة الوطنية الكان هجو فوقه في وقت الهوار الوطني الشامل والسيادي والوزير الاول صالح كيبزابوه كان مسالة لرئيس الفترة الانتقالية جنرال محمد درزبيتنو الكان هكومته موهدة في ترابط الوطني واستعادة هانا جات من جديد والمركز الجاميه هانا النهضة هانا انجميناه باتفاق مع الشركة هجادية لإلم هانا العصاب كان نظمه يوم هانا تدريب اليوم السبت يوم 4 نوفمبر لفايده هانا المدسين اي الاطباء وده في مسؤوليه هانا الهوار ديس الفتية الدورة التدريبية دي سواء في إطار هانا اليوم الآلمي للأفيسي الكار نظمه ناس هانا الشركة جادية لإلم هانا العصاب ودكتور كريسياه ماجرابي قال الهوار ديس الفتية دي اند خطورة بزيادة ومشكلة هانا الصحة الأمة وبتعتبر السبب الثاني في الموت هانا العالم الهدف هانا الدورة التدريبية دي ليبادل الخبرات والمعرفة ويقوم بمسؤوليه هانا الناس المصابين بالأفيسي وفي إطار هانا هماية الإعلة الدقاق الوزارة هانا الصحة الأمة والوقاية بمساعدة مع الشركات هجا نظمه انطريق الإدارة هانا الافاكسناسيون بكونوا وهدي هملة وطنية ضد مرض الشلل ودا اتنان عملية يبدو من يوم 10 إلى يوم 21 ومن يوم 24 إلى يوم 26 نوفمبر 2023 في جميع الأراضي هانا الجاد وللهم لدي تنجه دا 96 مراقب كان دربوهم يوم السبب 4 نوفمبر 2023 وهما مباس يقودوه اللا هملة هنتالا فاكسناسيون دي في يوم السبب 4 نوفمبر سوت الدورة هلال 44 مؤتمر التابع للوزارة هلالفرانكفونية في يوندي في كاميرون وسموها باسم الحكم الرشيد في ضمان الاستقرار هانا السياسي والاقتصادي والثقافي للمواطنين اليهجوا باللغة الفرنسية واليوم دا مخصص ليتابع فوق العمل والتوصيات للمناطق الدولية الفرانكفونية لنشاهد شهر نوفمبر شهر الكتاب كيف تكتب كتاب أديل ولا كيف تكتب خبر أديل نظمت اليوم الإدارة العامة هي للتراث الثقافي التشادي في تدريب هانا بعض الناس في علموهم كيف يقدروا يكتبوا كتاب وكيف يقدروا يصور رسالة أديله مزيد من التفاصيل مع محمد بدر الدين محمد كيف تكتب خبر سميه دا السؤال الغادين بهاولوه ليه ردو فوقا في الدورة التدريبية في كدام هانا عشرات من المشاركين المهبين والمشاجئين للأدب الجميل المدربين ولا الفرماتير همان كمان ها قادين كيف يوصفهم في المواضي الاندا علاقة بالدورة التدريبية في تعليم هانا كيفية الأدب الجميل عشان دا الفرماتير واقاه بالت بقول في الكتابة هانا السقافة لازم تلغو الشخصية الأديلة لكتابة هانا السقافة ودبس البكان هان الخدمة خلوا منكو مثل قادين تكتب في أكل ولا في مدرسة الاشياء دي ما مهمة المهم دا هل الكتابة هاناكم دا اندا نغمة حتى كان ناظن غايت يقريكولو يهسه بكونه غايت يقري دي بس الكتابة ولل الكتابة تكون سمها وجميلة دا وقاء بالت بطالب بالسقافة الأمة هان القراءة في شهر نوفمبر الجاي دا لأنه شهر هانا الكتاب اللي بيتفلوا بها كل ما سنة وبكون النسقة السابعة والاستيام اديسيون مما قادين بيتفلوا احتفل اليوم اتحاد المستمعين والمشاهدين التشاديين بالذكرى الخامسة لتأسيس في بيت الوطني المرأة وبحضور ممثل الحمار ورئيس الاتحاد الإذاعات الخاصة التشاديية مزيد من التفاصيل مع مريم أحمد يونس الذكرى الخامسة هان اتحاد المستمعين والمشاهدين في شهر احتفلوها تحت الموضوط عزيز السقافة التشاديية من خلال وسائل الإعلام والاحتفال بذكرى الخامسة دا سمهد ليهم ليلقوا وصايا وتوجيحات من الناس الكبار ما تفارقه إذ وحده التأيس السنمي دا هانا اللامي فارتا أقود سواه الآفه والسلام دا همهانا اللامي فارتا الاتحاد المستمعين والمشاهدين شجع الصحافة هانا شاد بالخدمة القانقادين بخدموها الرئيس الاتحاد والإزاءات الخاصة طلب منهم خليه يقربوا للهيئة الأولية للإعلام الصمي والبصري هاماه لتنطيم فرصة أشان يساعدوا الصحافة الذكرى الخامسة هانا الاتحاد كان احتفلوها في جوهن هركة وفرح رغم كل الصعوبات الغاذب واجهوها في الاتحاد وإلى هنا وصلنا لآخر أخبارنا هانا اليوم قناة شاد انفو نتمنى لكم السلامة والصحة والعافية في أمان الله موسيقى 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 موسيقى